خير على حضراتكم مرة تانية مشاهدان عزاء أهلا بحضراتكم في هذه الفقرة النقاشية الأولى من حلقة اليوم الطفل دايما بيحتاج علشان ينمي أو بيحتاج للعديد من المهارات علشان يسهل وجوده في هذا العالم وأيضا بتأمين الارتصال الصحيح مع المحيط اللي هو عايش فيه أولى وأول هذه المهارات هي مهارة الاستماع مهارة الاستماع هي مهارة مركزية بتمكن الطفل من الحصول على المعلومات والاستجابة للتعليمات إضافة طبعا لمشاركة الأفكار والرؤى والأراء والتصورات مع الآخرين من المهم جدا أننا هنبدأ بتطوير مهارة الاستماع لدى الطفل في وقت مبكر وهو صغير علشان تساعده في إعداد الطفل أو تساعده في إعداد الطريق أو طريقه للنجاح بالإضافة أن مهارة الاستماع تبقي عقل الطفل في حالة استيقال ونشاط دائم فيه طبعا مجموعة من الأنشطة لتنمية مهارات الاستماع عند الأطفال أنا عرفها مع حضراتكم ونتكلم عليها بالتفصيل مع ضفتنا النهاردة في الستوديو الدكتورة شيرين دردير استشاري علم النفس دكتورة شيرين صباح خير أهلا وسهلا صباح الخير عليك وعلى جميع السادة المشاهدين أنا وعيدك أننا في الفقرة دي هنكون أكثر إنصاطا واستماعا لخضرتكم عشان ما نبقاش بنتكلم عن الاستماع وإحنا مش بنستمع عايزة أبدأ مع حضرتك عن أهمية الاستماع أو أننا أعلم ابني مهارة الاستماع يعني هنم ذكر مجموعة من الحاجات أو الأمور المرتبطة بالفكرة نفسها النهاردة إحنا ما بين الواقع والمقمول عندنا يعني معضلة أنه أغلبنا مشغولين الأمهات النهاردة انطلقنا إلى العمل وبالتالي أغلب الأحوال بوجه ابني بتربيته أو بتعليمه وإكسابه مهارات عن طريق السوشال ميديا والتلفزيون وما إلى ذلك إنما فكرة إنه أجيب ابني أو بنتي وعود أتكلم معهم واحدة واحدة وفهمهم أهمية إن هم يسمعوني على قدر أهميتها على قدر ما بقت صعبة جداً مهاردة نبدأ منين ونوصل الأهمية إزاي لكل اللي بيتابعونها دكتور؟ نبدأ منين إحنا ده دورنا على فكرة كإعلام التوعية فالأم لازم تتنبه لمثل البرامج بتاعتكو دي التوعوية علشان أنا ممكن في وقت قليل جداً دون التأثير على العمل بتاعي ولا الضغوطات بتاعتي إن أنا أعلم ابني الـ points والمحاور الأساسية والمهارات الأساسية اللي هتفيدوا مدى الحياة على سبيل المثال إن مهارة الاستماع بيرتبط بيها محورين أساسيين أو مهارتين أخرتين أساسيتين إيه هم بقى؟ مهارة الانتباه دي حاجة وتفادي الاندفاعية يعني إيه؟ والانتباه نقص الانتباه والاندفاعية أنا عاملة لهم مقياس تشخيصي على فكرة عشان لو فيهم weak point أو فيهم نقص يبقى إحنا عاملين برامج سلوكية لرفع آداء الانتباه أو قوة التركيز يعني الناس اللي عندها weak point في نقص الانتباه نقطة ضعف يعني؟ آه واللي عندهم مشكلة في الاندفاعية زيادة في الاندفاعية ليها برامج علاجية سلوكية بجلسات بتكون مع السشاري يعني صحة نفسية هو قصة التركيزة وعدم الانتباه أو ضعف الانتباه related بمهارة الاستماع لا وماءة سمع عامة موجود عند الأطفال عدم الانتباه آه طبعا ويمكن ده الفرق بين الاستماع النشط الاستماع الجيد عند الطفل وإن هو مكبر دماغ وإن هو بياخدك على قد عقله يمكن لو هو مش منتبه في بعض الأطفال تجيب تكلمهها هو بتشعر أنه بيسمع كويس لكنه في النهاية هو مش مركز معك أساساً يعني هو سابق تقول لنتعوده ما هو الأمة بقى لازم يبقى ليها دورها في الجزئية دي بس خليني أأكد أني نقص الانتباه واللي عندفاعية حاجتين أساسيتين تؤثر على القدرة الطفل على تنمية مهارة الاستماع فدول بندين لازم ناخد بالنا منهم جداً عند الطفل لو فيهم ويك بوينت أروح لمتخصص علشان علاجاتهم بسيطة جداً مجرد كم جلسة وتمارين مهارية إن احنا نعلي مثلاً زيادة التركيز ونقلل الاندفاعية عند الطفل طب حالك ذكرت نقطتين وقلت البداية منهم فلازم نكون مستوعبين ده الانتباه والاندفاعية طيب الانتباه أشتغل عليه إزاي الانتباه أشتغل عليه إزاي بتمرين بنقول عليها تحت بند بتمرين البرمجة الغوية العصبية عايزة أقول مساميات علمية علشان الأمهات تحس الموضوع بسيط بس بقول يعني التسمية العلمية للموضوع إن أنا أمرن المهارة دي المهارة دي تيجي بالتكرار بتكرار الممارسة بالتجربة والخطأ أنا ما ينفعش إن أنا أشوف ابني زي ما حضرك ذكرت من دقيقة بيكبر دماغه على حاجة ومعلقش وعلى سكتر ما ينفعش أنا لازم أعلق على الموضوع إن أنا بقولك معلومة أنت ما بتنفزهاش أو أنت ما استنيتش إن أنا أكمل التعليمة اللي أنا هديتها لك مهضة يوصلنا لتنمية مهارة الاستماع عنده إن أنا أعمله تدريب كل مرة لازم أعلق لغاية ما وصله إنه هو لمعلومة إنه لما حد يديك تعليمات إنت لازم تقعد تسمعه لآخر التعليمات ما ينفعش إن أنا أقطعه في نص الكلام طريح بعد واحد وعشرين يعني أثبتت إن بعد واحد وعشرين مرة من تكرار تعليقي على طفلي هيكتسب مهارة الاستماع لإني بيبقى حصل للمخ عملية بنسميها برمجة لغاية عصبية يعني إحنا نفضل نقول له نفس النصيحة واحد وعشرين مرة تكرار المواقف هم تلت مرات لا هو مش كتير على وقت متفرق ومش لازم الواحد وعشرين مرة يبقى وراء بعض وساعات يعني إحنا وقتنا لا يسمح أو ساعات أنت بتبقى مش في مود أنت تتعلق أو ورد قطار إزاي إيس قدرة الطفل على الانتباه إنه هو مركز ولا مش مركز هل في معايير نفسية علمية علشان إيس إذا كان أو دركته إذا كان عنده ضعف فيها ولا هو عنده قوة فيها أو طبعا فيه مقياس اسم مقياس نقص الانتباه عند الأطفال مقياس تشخيصي وأنا عاملة مقياس ده على فكرة بالصدفة يعني في الـ PHD بتاعتي ومقياس برضو للاندفاعية عبارة عن 80 سؤال بيتم سؤالهم للأم والطفل من خلالهم بحدد نسبة نقص الانتباه عند الطفل وبناء على ده بعمل الخطة العلاجية لبرنامج سلوكي إن أنا بتمرين إن أنا بعلي الانتباه عند الطفل فأريدي فيه مقياس لده طيب فيه أمهات كتير ما يعرفوش نواحي علمية من الحضرتك أو متخصصة من الحضرتك بتذكريها بس عندهم غريزة الأمومة السليمة اللي هي إيه؟ اللي هي إن أنا أعود أتكلم مع ابني وإن أنا أعود أفهمه وأقول له تعالى هنا أعود إنت عملت واحد اتنين تلاتة فييجي قطعني فأقول له لأ لازم تسمعني هنا أنا بدرب عصفرين بحجر بعرفو إيه الغلط اللي عملو بمنتهى الهدوء وفي نفس الوقت بعلموه مهارة الاستماع وإنه لازم يسمعني ويستناني لما خلص كلامي وبعدين يتكلم هل بتشوفي إنه ده طريقة برضو صحيحة جدا لو إحنا مش عايزين نتاجه إلى القصة العلمية القصة العلمية وما إليه عنك وتنصحي إزاي الأم اللي ممكن تسمعنا دلوقتي وهي بالفعل بتتبع الأسلوب ده عشان تنمي هي بقى من مهارتها في تعليم ابنها أو بنتها مهارة الاستماع عشان الأم تنمي مهارتها يعني الحاجة أم الاختراف لازم أحس أني فيه مشكلة فعلا عند ابني يعني لازم أركز في سلوكياته شوية لو أنا لقيت ده فعلا هيبقى عندي الدافع عالي إن أنا أركز إن أنا أصلح له الجزء ده عنده وزي ما ذكرت الحضركة الأسلوب اللي حضركة ذكرته أنا قلته على فكرة من شوية وبالتكرار لي يعني هي الريسيرشز أثبت إن أنا لو قررت ده 21 مرة الولد حصلت له برمجة لغوية صبية خلاص يعني هو برمجة لغوية صبية خلاص فالأسلوب اللي حضركة ذكرته ده أسلوب بسيط وهو ده للأم البسيطة لو مش هنخش في التشخيصات أو كده أو للحالة بسيطة متوسطة أو قليلة يعني اللي شايفة فيها عنده مشكلة ده أسلوب بسيط جدا إن الأم تعد تركز شايفة إن ابنها بيقاطع الناس كتير في الكلام تبتدي تلاحظه الموضوع ده يبدأ بالملاحظة إنه بيقاطع الناس كتير في الكلام موجود في قاعدة بتلاحظ عليه الموضوع ده تبتدي تاخد إجراءات في تفكيرها إن هتقعد معاه تتفاهم معاه وتفاهمه إن مقاطعة الناس في الكلام أو مقاطعتي أنا شخصيا كأم وإنت بتكلمي دي حاجة مش متاحة إنت استنى لما أخلص وبعد كده كمل ومش كده وبس بقى تستغلي ده في إيه بقى مش هيقف الموضوع عند كده وبس أبتدي أعمله تحفيز بقى إزاي يعني أنا أربط كل حاجة حلوة بعملهله بإن أنت على فكرة أنا مبسوطة منك عشان أنت تغيرت وبقيت بتسمعني ما بقيتش زي الأول فيبتدي الطفل يحس بالإيه بالتحفيز فتزيد المهار يزيد في اكتساب المهار التحفيز يا دكتور معلش هي بعيدة أنا شوية عن موضوع الاستماع والإنصاط بس دي أنا بشوفها مهمة والناس مختلف عليها هل صح أن أنا دايما التحفيز بربطه بأكل أو بفلوس أو بحلويات أو بحاجة مادية يعني اللي هو حتعمل كآة أو التليفون شكرا يعني أو التليفون يعني مثلا أنا حعمل لو عملت كذا حاجب لك تليفون موبايل يعني لو عملت كذا حتدي لك فروس عملت كذا هجيب لك حاجة حلوة ده صح ولا ممكن هو جميل اللي حضرتك قلتيه برضو عشان أبروز الموضوع بشكل علمي هو التحفيز اسمه علمية نات تعزيز والتعزيز نوعين إيجابي وسلبي التعزيز السلبي بيكون في العقاب الطفل بيتعاقب على الحاجة الغير مرغوبة لكن التعزيز الإيجابي نوعين برضو نوع مادي ونوع معناوي مش لازم مكافئتي وإن أنا أعمل عند الطفل دافع تكون حاجة مادية يعني أني أنا أجيب له أكل مثلاً بيحبه أو أجيب له سويتس ممكن يكون حاجة معنوية ممكن أنا يعني اتسامتي ليه دي حاجة معنوية لكن جائز مادية من أتوصل هل متاح أن أنا طبعاً جائز أنا كافئ ومادية أنا كان قصدي هل صح أنه دايماً تحفيزي لي وتشجيعي لي ومكافئتي لأنه عمل حاجة حلوة أنها دايماً تبقى مادية لا مش صح أستمر لازم أعمل في التحفيز للطفل ممكن يكون معناوي الحضن الابتسامة يعني مجرد أن أنا أحسن أن أنا معتزة بيقو أنا مبسوط الكلام حتى ده معناوي بيدي دافع معناوي للطفل إضافة للأجزاء المادية بقى اللي من ضمنها على فكرة أن أنا هزود ساعات الموبايل أو هوادي خروجها هو حبيبها أو هجيب له أكلة هو حبيبها طيب دكتور شين حضاك ذكرت عنصرين مهمين عشان ننشط مهارة الاستماع عند الأطفال اللي كان العنصر التاني اللي هو عدم الدفعية إزاي برضو الاندفعية الاندفعية عفوا إزاي إيس عدم الاندفعية أو الاندفعية تحديداً عند الأطفال وإيه الفرق بين عدم الاندفعية والسلبية عند الطفل تمام الاندفعية هو عدم إدراك الطفل لمخاطر الأكشن اللي هو بيعمله تمام يعني الاندفعية دي ممكن تكون في حركة جسمه المادية أو في ردود أفعاله في المواقف يعني أنه هو مندفع يعني ما بيستنياش لما يتريس أو يدرك قبل ما يتصرف السلوك بحيث أنه ممكن السلوك اللي يتصرف يكون في خطور عليه تمام أو التعليمات زي ما عدم الاستماع ده أو مهارة عدم إنصاط الطفل للتعليمات ممكن توقف مشكلة يعني إحنا عشان أفهم الناس برضو لو إحنا قدامنا عربية وإحنا بنعديش أقف ما تعديش لو ما سمعش الولد ممكن يعدي يتعور فهم قصدي حضرك فبيندرج تحتها مخاطر كتيرة جداً والاندفعية عدم إدراكه لخطر عدم استجابته للتعليمات إزاي برضو عصله إن هو يقتنع ويؤمن ويمارس عدم الاندفعية وفي المقابلة يبقى السلبي تمام أوي الاندفعية مبدئياً بتقص برضو بمعيار تشخيصي وبرضو بمجموعة من الأسئلة ويتم تحديد نسبة فيها ليها يعني إنما للأم البسيطة اللي في البيت إزاي أحدد إنه ابني مندفع أو مش مندفع لعدم إدراكه المخاطر لما أنا أشوفه إنه هو حاجة سخنة حاجة فيها كهرباء فيه اندفاع حتى في ردود الأفعال يعني ردود الأفعال لما تطلب منه حاجة هي ما بتكملش الجملة وبتبص تلاقيه خد الأكشن هي لازم تنبهه إنه ده غلط أنت لازم تسمع الحاجة للأخذ الاندفعية من الحاجات المهمة جداً وأهم الطرق برضو لعلاجها إن أنا أمرن الطفل على التريف في إدراكه للتعليمات استنى لما تسمع كويس وبعدين اتصرف البعض ممكن يبقى بيربط بين بعض الصفات وصفات تانية يعني على سبيل المثال يقولك مثلاً الطفل الإنصاط والاستماع عنده عالي بيقعد يسمع كده الناس وما بيهاجمش على طول ويدافع عن نفسه على طول وما بيقطعش حد في الكلام ده مثلاً في الغالب بيرتبط بصفات تانية زي مثلاً الحكمة العقل فيه طفل تحسيه عائل كده يعني وكل ما بيكبر شوية في السن تحسيه بينضج وبيبقى رازين وبيبقى هادي بيسمع كلام كده هل ربط الصفات أو السمات دي ببعضها صحيح حلمياً والله هو صحيح بالذات يعني الأم لو عايزة تزودها يبقى تصني عليها قوي أو تبتدي تكافؤ عليها الصفات زي الاندفاعية الغير مرغوب فيها تبدأ الأم بتدريجة في العقوبة لها إزاي يعني ممكن تبقى عقوبة معنوية إن أنا أكشر قدامه لما يكرر السلوك الخاطئ زي السلوك الاندفاعي وكده هخليه يمتنع عن الاندفاعية لو حضرك عايز وسيلة إن الاندفاعية كحاجة كحاجة يعني سلبية في سلوك الطفل مجرد عقاب المعنوي مش هقول عقاب مادي يعني العقاب المادي ده أصل تحته بنود كتير العقاب المعنوي أو التكشيرة أو حرمانه برضو الحرمان من شيء بيحبه ده بيندرك تحت العقوبة برضو فده هيقلل الاندفاعية أيهما شد قصوة يا دكتور الحرمان العاطفي والحرمان المادي إحنا كأولاد الحرمان المادي البنات شوية الحرمان العاطفي عارف ليه حضرك هي بتفرق من ولد وبنت ولا هي عموما على حسب كل طفل هو كلامه صح لإني البنت عندها مركز الزكاء الحسي عندها مساحته في المخ مساحته أكتر من الرجل فبالتالي بتتأثر عاطفيا أكتر من الرجل فإحساسها أن عندها فإحساسها عشان كده النقص في العاطفة في العاطفة طبعا بيأثر عليها أطفة طبعا الإهانة العاطفية لها احنا بكرة بالنتاين يا دكتورة كل السنة ومتي ضيمة بقى وحاجات كده وفي عقبات قوة وفي ورد ودبديب احنا عايزين نهتم طول السنة يعني مش عايزين في يوم ويحد ايه وعد جب لي ورد بقران أسفل دكتورة معلش لا حقيقي الولد والبنت بيفرقوا عن بعض في التركيبة الفيسيولوجية طبعا أنهي أنهي إجباع بيبقى أفضل بالنسبة لهم عاطفة أم مادة لا البنت العاطفة عندها طبعا أهم مادة خلينا واضحين معلش ده أكوردنج للإحسايات ليه؟ حتى والدليل هقول لحضرتك يعني ممكن البنت لو تأثرت عاطفيا تلاقي شعرها يقع وتبتدي تدخل في كتاب إنما الولد النسب قليلة قوي إنه لو تأثر عاطفيا يبتدي يحصل حاجات فيزيكية في جسمه هو فيه نسب أصلا؟ أه طبعا فيه نسب أصلا؟ أيوة طبعا فيه تحيز فيه تحيز عندنا يا دكتورة ده الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بحزن المرأة من كتر ما هي عاطفيا شديدة التأثير برنا تقصد إحنا كرجال يعني ما متأثرش عاطفيا زي البنات أو السيدات بس مننا تمادت في ده وقالت إحنا متأثرش خالص أنا ما أسأل أنا ما أتأولنيش حتى ما قلت هاش بتسأل هل فيه نسب أصلا؟ هو فيه نسب أصلا؟ لا فيه نسب طبعا فيه أسأل أنا هنا دوري مزيعة أسأل الضيفة والضيفة تديني المعلومة العلمية المتخصصة فأنا بسأل حضرتك هم الرجال أصلا فيه نسبة تأثر عاطفي؟ لا طبعا ربعة في المية؟ ربعة في المية؟ لا أنا كده مش موضوعية لا طبعا بيتأثروا بس فعلا إحصائيا الست بتتأثر لا وإحنا معترفين عاطفيا أكتر من الرجل سؤال الأخير يا دكتورة شرين هل كتر استخدام الموبايلات والأجهزة الحديثة ده بيؤثر على الاستماع النشط عند الأطفال؟ سؤال جميل جدا بجد طبعا بيأثر بالسلب استخدام الأجهزة الزكية والأبليكيشن والحاجات دي بتأثر بالسلب إنها بتعمل إيه بقى؟ بتعمل تشتت في الانتباه يعني كثرة استخدامها من نظام الصحة النفسية مقننة توقيد لجلوس الأطفال على الأجهزة الزكية ساعتين ونص متقطعين خلال اليوم أكتر من كده بيأثر على الجهاز العصبي بتاعهم وبالتالي بيحصل لهم نوع من تشتيت الانتباه فلما هيتشتت الانتباه بتاعه هيكون مش مستمع جيد دكتورة شرين دردير استشاري علم النفس شكرا يا فاندر نورتين شكرا لحضرتك أنا عايز أقول حاجة بس في ثواني إنه في كتير قوي مننا في حياتنا بنشوف أو بنلمس بعض المظاهر على أولادنا وبنعتبر إن دي حاجات طبيعية يعني نشوف هيبارة زيادة ونقول من هو ده سنه نشوف انطواء زيادة ونقول معلش هو بيحب يقعد لوحده نشوف إنه هو ما بيسمعش وما عندهش استماع ودايما هجومي ودفاعي الاتنين مع بعض دفاعي وهجومي يعني دايما بيهجم على اللي قدامه ودايما بيدافع عن نفسه من غير ما يسمع حتى اللي قدامه أصلا كان عايز يقوله إيه برضو نطلع له عزر الحقيقة إنه الشيء المؤكد إنه أي ظاهرة أو أي سمة تبدو على أطفالنا حتى لو في سن صغير لازم نركز معها كويس جدا لو أنا شايفة إنه بدري قوي إن أنا أخده أتجه بيه لحد متخصص طبيب أو حد متخصص في علم النفس وما إلى ذلك على الأقل أسأل وركز أكتر معاه لإنه حقيقي ممكن سمات معينة في الطفل نهملها وما ناخدش بالنا قد إيه هي مهمة وتفضل معاه طول العمر وتتطور بالسلب في شخصيته وتكبر معاه وتكبر معاه